اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اكد ان افتتاح سفارة مملكة البحرين في روما يشكل محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية الصديقة بما يسم بالدفع بها نحو افاق اوسع تعكس مدى الحرص والاهتمام المتبادل بين الجانبين لتعزيز كافة اوجه التعاون المشترك جاء ذلك لدى افتتاح سمو حفظه الله اليوم مقر سفارة مملكة البحرين في روما بحضور اصحاب المعالي والسعادة الوفد الرسمي المرافق لسموه وسعادة السفيرة اليزابيتا بيلوني الامينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية وعدد من المسؤولين الايطاليين اذ قام سموه بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية بمبنى السفارة ايذانا بافتتاحها منويها سموه الى اهمية دور سفارة البحرين في روما في مواصلة توطيد العلاقات وفتح مسارات جديدة بما يحقق تطلعات البلدين على كافة الاصعدة مؤكدا ان البحرين حريصة على تعزيز مستويات التعاون مع الجمهورية الايطالية الصديقة بكافة اوجهها بما يحقق مزيدا من النماء والازدهار للبلدين وشعبيهم الصديقين واجاد سموه بالدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في دعم العلاقات الثنائية وتطويرها مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل القائم لتحقيق المزيد من المنجزات انطلاقا من مواقف البحرين الراسخة في مختلف القضايا منوها باهمية مواصلة تعزيز العمل الدبلوماسي على النحو الذي يسهم في ابراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين ويحقق التطلعات والاهداف المنشودة وأعرب سموه عن فخره بالكوادر الوطنية أعضاء السلك الدبلوماسي البحريني وجهودهم المبدولة في مختلف المحافل الأقليمية والدولية فهم بعزمهم وعزيمتهم المستمرة يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق التنمية والنماء من خلال مساعيهم الدعوبة لإبراز الهوية البحرينية الأصيلة واهتمامهم بمصالح الوطن في الخارج كما أن عملهم الدبلوماسي المتواصل لفتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة هو عمل مقدر من قبل الجميع موسيقى 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 موسيقى